يترى شو هي العلامة الشخصية أو العلامة التجارية الشخصية ولأي مدى بتفيدك وبتأثر في حياتك ونجاحك وكيف بإمكانك أنت تصنعها لنفسك هاي الأفكار اللي رح نتحدث عنها اليوم فتابعنا السلام عليكم أهلا وسهلا فيكم معك سائد يونس مدرب في فن التأثير والنجاح ومؤلف كتاب كيف تنجح قبل أن تبدأ وكتاب مشهور في ثلاث شهور واليوم بحب أحكي معك عن موضوع من المواضيع العزيزة جدا إلى قلبي موضوع العلامة الشخصية وفي كثير سوء فهم عند الناس تجاه هذا المفهوم واللي رح نوضحه اليوم يمكن أنت سمعت عن فكرة البراند العلامة التجارية ويمكن سمعت عن البراند العلامة التجارية أو العلامة الشخصية لأنه كثير ناس بحاولوا يقنعوك أنه العلامة التجارية أو العلامة الشخصية هي مجرد الديزاين تبعك التصميم تبعك الألوان، درجات الألوان، التصميم، لازم يكون عندك إشي بروفيشنال وهذا الموضوع خاطئ جدا وهي من الأفكار التي تعيق تقدمك ونجاحك في هذا المجال الألوان جزء، التصميم جزء ولكنها ليست كل شيء والدليل أنه راح تلاقي فيه أشخاص ناجحين وفيه علامات ناجحة جدا لأشخاص خصوصا علامات الشخصية مؤثرين ناجحين ومشاهير وما في عندهم هوية بصرية محددة، ما في عنده نمط بروفيشنال للدزاين ولا التصميم ورح تلاقي أشخاص دفعوا آلاف على التصميم وما حد يعرف عنهم فالتصميم جزء جميل إذا كان موجود لكنه هو مش كل شيء ومش الشيء اللي أنت بتبدأ من عنده وخلينا نعرف العلامة التجارية بشكل عفوي العلامة التجارية أو العلامة الشخصية هي أي شيء بيخطر في أذهان الآخرين لما يسمعوا اسم العلامة أو يسمعوا اسمك يعني أنت الآن بين أصدقائك في لك علامة شخصية لما يحكوا اسمك لما ينذكر اسمك خلص بتيجي في أذهانهم صورة محددة لما أحكي لك اسم صديق إليك أنت بتعرفه لما أقولك اسم فلان في فكرة معينة إجت في بالك هاي جزء من العلامة الشخصية والانطباع اللي تركه عندك لما أحكي لك مرسيدس إيش الأفكار اللي بتيجي في بالك مرسيدس أوكي بتفكر بالفخامة بتفكر باللوغو تبعهم بتفكر بالمسؤولين والمشاهير اللي بيركبوا السيارات الفخمة بتفكر بالرفاهية لما أحكي لك بي أم دابليو مع أنها شركة ألمانية وهي شركة ألمانية لكن الصورة مختلفة لما أحكي لك هونداي أو كيا أيضا أفكار مختلفة لما أحكي لك كوكاكولا مع أنه مثال مش كتير إيجابي لكن مباشرة لون معين يمكن طعم معين يمكن فكرة معين الشعور معين في بالك فكل هاي الأشياء اللي ظهرت أو التي تولدت في عقلك لما سمعت اسم العلامة أو اسم الشخص هذه هي العلامة الشخصية وهنا منيجي على فكرة صناعة العلامة الشخصية ترى أنت كيف بتقدر تصنع علامتك الشخصية لأنها كثير بتفيدك إذا أنت بتحب يكون عندك مشروعك الخاص إذا بتحب تكون مؤثر مشهور على مواقع التواصل الاجتماعي بتحب تكون شخص منتج ومفيد في مجتمعك وتفيد عدد كبير من الناس تؤمن أنه عندك رسالة وأنا عندي فعلا هاي القناعة أنه كل واحد فينا عنده رسالة عنده رسالة سامية وهدف لازم يشاركوا مع الناس لأنه إحنا إجينا على هاي الحياة عشان نشارك خبراتنا وتجاربنا ورسالتنا وروعتنا في الحياة فلو أنت شخص بدك تبدأ في هذا المجال لازم تكون واعي لنقطة في غاية الأهمية وهي أنه الناس اللي بيتابعوك ما بيتابعوك عشان المحتوى اللي أنت بتقدمه هاي يمكن فكرة صادمة يمكن إحنا ما تعودنا على هاي الأفكار قبل هيك أنه لا أنا لازم أحط المحتوى وأنا بصنع محتوى الناس بيتابعوني عشان المحتوى الناس يمكن جزء بسيط منهم بيتابعوك عشان المحتوى المحتوى ساعدهم يوصلوا لك يعرفوك فتابعوك عشانك أنت مش عشان المحتوى اللي أنت بتقدمه والدليل أنه رح تلاقي في مجالك يمكن أشخاص آخرين بقدموا نفس المحتوى تقريبا ولكن في ناس بتابعوك في ناس بتابعوهم فشمعنا هذول عندهم متابعين وهذول عندهم متابعين والمحتوى تقريبا نفسه لأن الفكرة بالإنسان ما وراء هذا المحتوى يمكن سائد يونس تحدث عن الثقة بالنفس يمكن تحدث عن ريادة الأعمال وأشخاص آخرين يمكن تحدثوا عن الثقة بالنفس وريات الأعمال والعلامة الشخصية لكن أنت بتيجي اليوم تسمع مني أنا ويمكن ما بتعرف الأشخاص الآخرين أو يمكن تابعتهم وبتسمع من الكل لكن أنت كل شخص بتسمعه بتتواصل معه على مستوى أعمق من الفكرة والمحتوى وهو مستوى القناعات العميقة اللي إحنا نؤمن فيها لازم تعرف شو هي قناعاتك شو هي الأشياء اللي أنت تؤمن فيها فعلا وتبحث عن أشخاص بيشتركوا معك في هاي القناعات والاهتمامات لأنه إحنا كبشر ننجذب للأشخاص اللي بشاركونا بالقناعات والاهتمامات ولذلك يا صديقي إذا أنت بدك تسرع بناء أعلامتك الشخصية أنت محتاج تعرف نفسك أكثر تتعمق داخليا أكثر تعرف شو هي قناعاتك شو الأشياء اللي أنت مؤمن فيها والأشياء اللي أنت مقتنع فيها بالحياة شو هي وجهة نظرك في الحياة وتعرف كيف توصل للأشخاص اللي بيشاركوك بنفس القناعات وبنفس وجهات النظر وهذا المنضوع يمكن ما يصير معك أكيد بين يوم وليلة لكن إذا أنت بدأت وضعت رجلك على بداية الطريق أنت بتكون على بداية الطريق الصحيح وفي اختماما لو أنت وصلت إلى هذا المقام اللي هو مقام القيم والقناعات في تعاملك مع الأشخاص وفي رسالتك اللي أنت بتقدمها هذا الشيء رح يخلي الناس يجوا لك بدون ما أنت تطلب منهم رح يخلي الناس يبحثوا عنك رح يخلي الأشخاص اللي بيتشابهوا معك بهاي القناعات هم اللي يلاقوك أي شي رح تقدموا بعد هيك أي منتج رح تقدموا بعد هيك أي دورة ممكن تعملها أي شي ممكن تعمله هم اللي رح يكونوا مستعدين أنهم يشتروا منك لأنهم اقتنعوا فيك كشخص فالآن الأفكار والمنتجات والمحتوى صار هو رقم اثنين فبنعرف حالنا أولا ثم نعرف مين هم الأشخاص اللي احنا بدنا نوصلهم وبعد هيك بنقدم لهم المحتوى اللي هم محتاجينه والذي يتوافق مع قيمنا وقيمهم وهيك أنت بتكون بتشتغل على صناعة العلامة التجارية على مستوى عميق جدا جدا هذا المستوى هو المستوى الذي يغرس بذور النجاح بلش طبق بلش ابدأ من اليوم ولو أنت محتاج خطة عمل لأنه أكيد إذا أنت بدك تنجح محتاج خطة بحب أقولك أنه فيه عندنا ملف مجاني بإمكانك تحمله من موقع أكاديمية سائد يونس هي خطة المؤثرين خطة عمل الناجحين والمؤثرين لتسعين يوم بإمكانك تحملها نموذج ملف بتبلش فيه بتكتب خطتك لتسعين يوم حتى تبدأ من اليوم نجاحك وتميزك وألقاك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى السلام عليكم سائد يونس